اشتركوا في القناة والفداء دفاعا عن سيادة الوطن ومكتسباته ومنجزاته تكلل هذا الدعم المتكامل من قيادتنا الحكيمة بفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعاه بتسليم رايات وحدات وكتائب جديدة معلنا جلالته بهذا التكليف عن بدء العمل الوطني المشرف لهذه الوحدات على أرض الوطن وحمايته وحماية أمنه وسلامة أراضيه وحماية مسيرته التنموية التي تواكب النهضة المستدامة في جميع الميادين الوطنية وفي مجال التعاون والتنسيق الأمني أصبح الحرس الوطني يشكل جزءا من هذه المنظومة الأمنية في المملكة وحرص إلى جانب التمارين الخاصة به على المشاركة في تنفيذ التمارين القيادية والتعبوية مع قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وتهدف إلى التنسيق الدائم لتوحيد المفاهيم العسكرية بين الأجهزة الأمنية والعمل تحت مضلة الأمن الوطني المشترك لحماية الوطن ومكتسباته ونهضته الاقتصادية والتنموية في كل نداء للواجب يصطف رجالات الحرس الوطني مرددين الله الملك الوطن مؤكدين عزمهم على دحر كل ما يتربص بأمن مملكتنا الغالية يزخر الحرس الوطني بمنظومة تدريبية بمقاييس عالمية لرفض ضباط وأفراد الحرس الوطني بأحدث العلوم العسكرية التي تؤهلهم لمواكبة التطورات الأمنية والعسكرية ويقف الحرس الوطني وقفة إجلال وتقدير لقائده الأعلى العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على مكرمة جلالته السامية بتخصيص وحدات إسكانية لمنتسبي الحرس الوطني بمدينة خليفة الإسكانية والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس كافة رجالات الحرس الوطني على المستوى الرياضي أثبت أبطال الحرس الوطني حضورهم الدائم في كافة المحافل المحلية والخارجية مؤكدين عمق الاهتمام والرعاية من قبل رئاسة الحرس الوطني برفع المستويات الرياضية بصرح الحرس الوطني وللإرشاد الديني مكانة خاصة في وجدان الحرس الوطني من خلال كفالة البعثة السنوية للحج ومسابقة القرآن الكريم وإقامة المحاضرات الدينية لمنتسبي الحرس الوطني الشراكة المجتمعية مهمة وواجبا وطنيا لا يقل عن أهمية حماية الوطن وحفظ أمنه فيتواجد وبشكل مستمر في كافة الميادين ليؤكد أن رجال الحرس الوطني هم فرسان التلاحم المجتمعي بكافة أشكاله للمواطني وللمقيم الحرس الوطني إنجازات متواصلة تحملها هامات وسواعد البواسل تمضي بين ثنايا قائد الوطن تحفظ مسيرته ومنجزاته وستبقى سواعد أبناء الحرس الوطني ممدودة بالخير مغلقة للشر شامخة في وجش من يضمر الشر لهذا الوطن الغالي ولترابه الطاهر تكبح من تسول له نفسه العبثة بأمن الوطني ومواطني حمى الله البحرين بعز مليكها المفدى وقيادته الرشيدة وشعبها الوفي